توفي رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد النهيان عن عمر يناهز 74 عاما وأعلنت وزارة شؤون الرئاسة في الإمارات الحداد الرسمي وتنكيس الإعلام مدة 40 يوما اعتبارا من الجمعة وتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص ثلاثة أيام بن زايد تولى رئاسة دولة الإمارات خلفا للراحل الشيخ زايد في نوفمبر 22 عام 2004 وأجبره المرض على الابتعاد عن دائرة الحكم والظهور منذ العام 2014 تاركا القيادة لأخي غير الشقيق ولعهد أبو ظبي الشيخ محمد شن الجيش الإسرائيلي هجوما عنيفا على موقب تشييع جثمان الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عقل خلال خروجه من المستشفى الفرنسي ولا تزال جريمة شيرين مدار استنكار وتنديد بشتى أنواعه فبعدما اشتعلت ملاعب قرة القدم في غزة بالهوتفات المنددة بالجريمة الإسرائيلية رسم عدد من الفنانين التشكيليين في مدينة غزة لوحة جدارية تكريما للصحفية التي استشهدت في الضفة الغربية ميدانيا اقتحمت قوات إسرائيلية حي الهدف بجوار مخيم جنين وسط إطلاق نار واشتباكات عنيفة مع مسلحين فلسطينيين وقد أدت الاشتباكات إلى إصابة خمسة أشخاص في سوريا قتل عشرة أشخاص بعد استهداف فصائل مقاتلة حافلة كانت تقلم في شمال البلاد وذلك في حصيلة هي الأعلى منذ عامين وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أعلنت وزارة الدفاع الروسية قصف مصفات نفط قريمونشوك وسط أوكرانيا مما أدى إلى تدمير طاقتها الانتاجية وخزنات الوقود بها يأتي ذلك بعدما نجحت أوكرانيا في إحباط محاولة موسكو العبور نحو نهرا في دونباس مما أدى إلى تدمير عشرات المركبات وخسائر فادحة وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية هذا كان كل شيء لمتابعة آخر أخبار العالم يمكنكم متابعة مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بجسور إلى اللقاء